بعد نجاح كبير لدورة قطاعات وزارة الأعلام الرمضانية لكرة القدم والتي كانت تحت رعاية نقابة العاملين بوزارة الأعلام كرمت النقابة بحضور وكيل وزارة الأعلام بالتكليف الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية سعود الخالدي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الثلاث وسط أجواء تشجيعية للأنشطة الرياضية بوزارة الأعلام يذكر أن الدورة توجى بلقبها فريق قطاع الإدارية والمالية تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير بحضور وكيل وزارة الأعلام بالتكليف الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية سعود الخالدي وبأجواء تكريمية مميزة أتت بعد نجاح كبير لدورة الأعلام الرمضانية لكرة القدم والتي كانت تحت رعاية نقابة العاملين بوزارة الأعلام كرمت النقابة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث فالبرونزية كانت من نصيب فريق قطاع الأخبار بينما ذهبت الفضية لفريق وكيل الوزارة أما الذهب وكأس البطولة فحصده فريق قطاع الإدارية والمالية نشكر نقابة الإعلام ورئيس النقابة وأعضاء النقابة هم ما قصروا سووها البطولة الأولى لقطاعات الوزارة اللي صار فيها تعارف بين شباب الوزارة وتحابب وما قصروا كيل الوزارة كرمهم هنا ويعطيهم الفعافية وإن شاء الله تجتمر البطولة هذه على طول وإن شاء الله نشكل بعد فريق لوزارة الإعلام يشارك بطولة الوزارات وإن شاء الله نحقق دائما المركز الأول حتى بطولة الوزارات إن شاء الله الحمد لله اليوم كان التدويج لبطولة رمضانية دورة نقابة إعلام العاملين في وزارة الإعلام وكانت الحمد لله بطولة ناجحة وكانت منافسة قوية وشاركت فيها ثمان قطاعات من قطاعات الوزارة وهذه الدورة الأولى في تاريخ النقابة اللهم لك الحمد وبإذن الله في كل عام رح تستمر هذه البطولة وكل عام إن شاء الله راح تكون بطولة مميزة وبإذن الله راح تكون أفضل من سابقتها ونعدكم بالمزيد أكثر وأكثر بإذن الله الله الحمد حقا تتلقى بكاس حداف البطولة في هذه البطولة المميزة اللي نظمتها نقابة وزارة الإعلام أحب أشكرها وأشكر المنظمين عليها والزملاء الموظفين على الروح الرياضية لأسف ما حالفنا الحظ بالنهائي لكن راح نعوضها بالبطولة الجاية إن شاء الله البطولة كانت أجواءها جدا قوية تنافسية للأسف يعني إحنا طنحنا للبطولة وللكاس لكن قدر الله ما شاء فعل خسرنا بالبلانتيات والحمد لله ومبرك الفائز هذا وتمود مثل هذه الدورات جسور التواصل بين موظفي وزارة الإعلام وتشجع الجانب الرياضي بفعالية حرصت النقابة على تنظيمها بالامتياز وسط اتمام ودعم كبير من قياده وزارة الإعلام بأبنائهم العاملين بمختلف قطاعات الوزارة راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت